نغلط كتير إذا منفكر للحظة واحدة إن حكومة حسان دياب عم ترتج المواقفة المستغربة يلي هي بالحقيقة مدروسة لتخدم أهداف منظومة سياسية واحدة بيجمعها رغم كل تناقضات العنانية حرصة على الفساد وخوفاً للإصلاح من الصدفي الوزير الأجنب الوحيد اللي بيزور رئيس الحكومة رسمياً وزير خارجية فرنسا يلي طول عمره حاملة هم لبنان ووقف حده بيوصل ليساعدنا نقوم من محنتنا ونستقبله بنغمة إنجازات ما بينضحك فيها على ولد صغير وتحركات عسكرية بجنوب ومظاهر إصلاح وهمية ومنودعه باتهامات معلبة من الصدفي رئيس حكومي بيتزمر من غياب الأمن بمناطق وبيتعجب من وجود الأمن بغير مناطق كأنه وزارة الداخلية ووزارة الدفاع مجتبعين لحكومته من الصدفي بيطلع وزير الطاقة يعطي تبريرات ما بتمرع على حدا ميزو تتبخر فيه المخشوش أو مش مطابق تعينات عشوائية أو شكلية تحت شعار هيئة ناظمة مرتجلة مصدفي بيحكينا وزير الطاقة عن عطل تقني بالكهرباء ليتوضح بعد كم ساعة إنه فيه سببين لانقطاع الطيار بهالحجم من ناحية إصرار شركة سونتراك يلي بتزودنا بالفيول على فسخ العقد مع الدولة اللبنانية بأي تمن لأن العقد فاسد وطال عريحته ومن ناحية تاني ارتباق الموقف الرسمي من التصدي لقانون قيصر حول استجرار الطاقة من سوريا ولا صدفي كل الأحزاب والتيارات المختلفين علنيا ومتفئين فعليا موجودين بلجنة تقصي الحقها ومجموعين على هدف مدروس وموحد افتعال خلافات وهمية بين أرقام الحكومة وجمعية المصارف واللجنة النيابية المختصة والبنك المركزي ما الصدفي دولتنا بتطلب من دول شقيقة صاحب التاريخ حافل من المساعدات الأخوية الكريمة والمبادرات الصادقة تساعد لبنان بينما الدولة اللبنانية غادة النظر عن مواقف صادرة ضد مصالح هالدول ما الصدفي باللعب بالتعيينات القضائية وبيطلع القرار سياسي مش قضائي ما الصدفي اختيار شركة عالمية لإجراء تدقيق جنائي بيستبعد شركات مثل كرون متخصصة بالتدقيق الجنائي بحسابات البنوك المركزية بيوصلنا لشركة محترنة مثل ألفاريز أد مارسل بس ما عندها زيت الاختصاص مطلوب هالتكليف ما يكتفي بحسابات البنك المركزي يلي هو مجرد اجي للأموال المنهوبة ويشمل كل الأطراف المعنية أو المتورطة من مصارف ووزارات ومراجع سياسية مسؤولية عن جهات تولد صرف الأموال والمطلوب دفتر شروط بيتضمن شفافية الإعلان عن نتيجة تدقيق الجنائي ويطلع كل المودعين على الحقيقة يلي رح تظهر إذا صدقت النوائي بعدين مصدفي من سنة 2001 احتيات الذهب موجود ومش معدود لا يقوم ويطلع مصيره مثل أموال المودعين محفوظ بس على الورق كل هالصدف تخدم هدف واحد تهشيل صندوق النقد الدولي بطريقة تسمح لحكومة حسان دياب تقول ما خلينا شي ما جربناه لنرضيهم نحصل عم ساعدة منهم بسني ما بدون تهشيل صندوق النقد الدولي يعني هو الشرط الأساسي لفتح مجال المساعدات الدولية نتيجته الحتمية عرقلة لكل أنواع المساعدة حطوا إيدهم على حبوث البلد على وداع الناس على الوضع المالي والنقدي على مستوى حياة المواطن اللبناني وبعدهم خاطين عينهم على الباقي أصول الدولة والداراتها ودهبياتها وقال له شو مخليهم يرفضوا الكابتل كنترول وليه لحد اليوم ما تمرر بمجلس النواب مع أنه ضروري يقرم برحة قبل اليوم الكابتل كنترول هو منصة العدالة والمساواة بين المودعين من كل المستويات مودز نزلت أصنيفنا لمستوى فينزويلا ومنظومة الفساد مبسوطة كل ما فقرنا كل المصار حلمهم بالسيطرة على البلد وخيراته أضمن وأسهل وأقل تكلف عليهم لأنه بالأخير لحنا تفاشع فيه شارين البلد بالرخص هن السياسيين يلي منهم تتألف نسبة كبيرة من أصحاب أسهم بالمصارف هربوا أموالهم للخارج والسنين أسنينهم على السملاك الوطن من خلال مصارفهم يلي فقرت هالوطن قدام كل الصدف المدروسي والمرسومي نهم البلد وتفقيره ما بقى في وقت ضيقه منظومة الفساد عم تستغل فشل هالحكومة لتكمل مشروعها مش هيدا لبنان لبنان ما بيشبه هالمنظومة ولا هالحكومة لهو فاسد ولا هو فاشل وما منسمح بلدنا يصير تحت رحمة الفاسدين والفاشلين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة